الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية هي أسوأ أزمة يمر بها العالم وهو الأمر الذي انعكس سلبيا على كافة الاقتصاديات العالمية وقامت الدولة على دعم كافة فئات المجتمع عبر حزمة من الإجراءات الاجتماعية فضلا عن دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من أجل مواجهة تلك الأزمة المزيد مع الزميلة فاطمة خليل في العرض التالي نتابع أهلا بكم تعد الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية هي أسوأ أزمة يمر بها العالم تقدر خسائرها بأكثر من 12 رليون دولار حتى الآن ومع استمرار تلك الأزمة التي من المتوقع أن تطول أكثر من ذلك قامت الدولة بجهود كبيرة من خلال تنفيذ خطة عاجلة للحد من تأثيراتها تضمنت الخطة العاجلة خمسة محاور رئيسة تتمثل في تمكين القطاع الخاص ودعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصدرات وتبني خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتنشيط البرصة المصرية والترحات وتوسيع قاعدة المستفدين من برامج الحماية الاجتماعية المحور الأول من الخطة يتعلق بتمكين القطاع الخاص ويستهدف زيادة في نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفدة لتصل إلى 65% بحلول عام 2024-2025 كما يستهدف طرح أصول مملوكة للدولة للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار خلال أربعة أعوام واستكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبنها الدولة أطلقت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة للتخارج منها أو زيادة حصة القطاع الخاص فيها كما تسهم الخطة في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بما يجعلها خطة متكاملة للتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي ولبث رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي المحور الثاني يتمثل في دعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصدرات من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة وما يتضمنه ذلك بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية وتدشين مبادرة إبدأ في دعم الصناعات الوطنية للمساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال أربع سنوات كما تقدم المبادرة مجموعة من الحوافز منها قطع أراض وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات أما المحور الثالث من الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وهو المحور الخاص بخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي فالدولة بحلول يونيو عام 2027 تستهدف عودة المسار النزولي لنسبة مديونية أجهزة الموزنة أو الحكومة العامة للناتج المحلي مع استهداف خفض المديونية إلى نحو 72.2% والتوجه نحو ترشيد استخدامات النقد الأجنبي لدى جميع مؤسسات الدولة من خلال وضع تصور متكامل للسيطرة على الدين العام وجزب الاستثمارات الأجنبية بدلا من الأموال السخنة أما المحور الرابع فهو خاص بتنشيط البرصة والتعزيز التروحات الحكومية والذي يستهدف الوصول برأس المال السقي إلى نحو تريليون وستمائة مليار جنيه في عام 2026 فاستراتيجية تنمية سوق المال تتمثل في زيادة عدد الشركات والمؤسسات المقايدة والمتداولة في السوق وزيادة عدد الأوراق المالية المقايدة بها وذلك لرفع درجة السيولة بالسوق وتنمية جانب العرض في السوق الأوراق المالية وضمن الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية يأتي المحور الخامس وهو المحور الخاص بالحماية الاجتماعية حيث تحرص الدولة على إطلاق حزمة حماية اجتماعية استثنائية تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم الدعم المادي لاستثنائي لنحو 9 ملايين ومائة ألف أسرة وتوسيع قاعدة برنامج تكافل وكرامة والذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية وهكذا تمضي خطة الدولة لمواجهة تدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في الوقت الذي خفضت فيه المؤسسات العالمية من معدلات النمو الاقتصادي المتوقع عالمياً لعدة مرات وبشهادة المؤسسات العالمية ذاتها استطاعت الدولة بتوجهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تتجاوز المرحلة الأصعبة من تلك الأزمة من خلال العديد من القطة والإجراءات للتخفيف العبئ على الموطنين ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة